هذه أبرز العناوين زياش يعليق على أحداث أمستردام عاجل لاعب إسرائيلي يهز حاكم زياش ويرفع عليه شكوة عاجلة بالسبب ما فعلها فرنسا تتفوق على المغرب في ملف موهبة ليل أيوب بودي والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باشتكون أول واحد كي توصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس زياش يعليق على أحداث أمستردام علق لاعب الدولي المغربي حاكم زياش على أحداث أمستردام اترى الصدامات التي تسبب فيها مشجع الفرق الإسرائيلي ماكابيت الأبيب بعد أن قاموا بتمزيق أعلام فلسطينية ورفع شعارات عنصرية ضد فلسطين وعرب كما استفزوا بعد السائقين من أصول عربية وهو ما نتج عنه صدمات واسعة التطور الأمر لهجوم واسع من شباب مسلمين خصوصا المغرب وخوض مسيرة احتجاجية تضامنا مع غزة والقضية الفلسطينية وتعليقا على مقطع لفرار بعض مشجع الفرق الإسرائيلي أمام الشباب المغاربة كتب زياش في حسبي على الإنستغرام يفرون حين لا يتعلق الأمر بالنساء والأطفال وستظل فلسطين حراء عاجل لاعب إسرائيليون يهز حاكم زياش ويرفع له شكوى عجلة بسبب ما فعلها على خلفية المباراة المتيرة للجدل بين آيكس ماستردام ومكابيت الأبيب في الدورة الأوروبية تصاعدت الأحداث بشكل درماتيكيا في هولندا حيث أصبحت تحديث الشارع الرياضي والدولي خاصة بعد المنشور الذي نشره النجم المغربي حكم زياش لعب غلطة سرية تركية وفي هذا السياق تقدم اللاعب الإسرائيلي إيران زهافي المحترف في الصف في مكابيت الأبيب بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم وفاديد زياش واستند زهافي في شكوه لمنشور نشره زياش على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي الذي اعتبره زهافي دعم للإرهاب وفي المنشور وصف زياش موقف المشجعين الإسرائيليين الذين هربوا من مطاردات في شوارع أمستردام قائلا يختبئون عندما لا تكون النساء والأطفال موجودين مما دفع زهافي إلى الرد وصفا زياش بالإرهابي الأحمق واقم الزهافي بوسم الويفا في منشوره مطالبا بفرض عقوبات على النجم المغربية ولم يكن التوتر في المباراة محصورا داخل الملعب فقط بل امتد إلى شوارع أمستردام قبل انطلاق المباراة فرنسا تتفوق على المغرب في ملف موهبة يليل أيو بودي يوصل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تشبته بالموهبة الصاعدة أيو بودي لعب نديل لصاحب الأصول المغربية رغم محاولات المغرب لاستقطابها ووجه بيرناند يومود مدرب فرنسا تحت العشرين عاما الدعوة إلى بودي ليكون حاضرا مع المنتخب الفرنسي الأولمبي في فترة التوقف الدولة المقبلة وكشف ديوميد عن القائمة المستدعاة استعدادا للمواجهتين الوديتين أمام ألمانيا وإيطاليا كما تعتبر حدد بودي وافرة لتصعيده إلى المنتخب الأول في الفترة المقبلة إذا ما حفظ على تبات مستواه مع ناديها وفي سياق المتصل ذكر موقع وينوين القطري أن وليد رغراجي المدير الفني لمنتخب المغرب يواصل تشبته باستقطاب أي بعد إلى كتبة أصود الأطلس وأبرزان مدرب المنتخب المغربي يرغب في إغراء بعدي بالمنتخب الأول مع منحي الفرصة لينفس على مكانته للمشاركة في كأس أفريقيا القادمة سنة 2025 وأكد أن رغراجي يلعب ورقة أشرف حكيم نجم باريسان جرمان وأسما الصحراوية زميل بعدي في نادي ليلة من أجل إقناع اللاعب بمشروع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ويحمل بعد الجنسيتين الفرنسية والمغربية ما يجعلهم محط صراعين بين الاتحاد الفرنسي والجامعة كأنه يلعب حاليا لمنتخب فرنسا وتألق اللاعب برفقة فريق هيليل من جديد بعدما تويج يوم الثلاثة الماضية بجائزة أفضل لاعب في المباراة فريق هيليل أمام يوفينتوس برسم الجولة الرابعة من مرحلة الدور في منافسة دور أبطال أوروبا حدث غير مسبوق في قائمة المغرب لمواجهة إيلغابون واليزوتو شهدت قائمة المنتخب المغربي لمواجهة إيلغابون واليزوتو ضمن التصفية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقي 2025 حدث ناديرا وغير مسبوق وقرر وليد راقراجي استدعى أربعة حراس في التوقف الدولي القادم ويتعلق الأمر بكل من ياسيم بونو ومونير المحمدي وصلاح الدين شهاب وأيوب الخياطي ولأول مرة منذ إشرافه على الجهاز الفني للمنتخب المغربي يقوم وليد راقراجي بتوجيه الدعوة إلى تلت حراس محليين يمارسون في البطولة الاحترافية ويتعلق الأمر بكل من مونير المحمدي من نهضة بركان وصلاح الدين شهاب من المغرب الفاسية بالإضافة إلى الحارس المتألق مؤخرا أيوب الخياطي من الجيش الملكي والمتير أن قائمة المنتخب المغربي الموسع شهد التواجد حراس آخرين من الدورة المغربي ويتعلق الأمر بيوصف المطيعة حام عارين الويداد رياضي والمهدي بن عبيد حارس الجيش الملكي وقرر وليد راقراجي استبعاد المهدي بن عبيد من حساباته بالسبب افتقاده للتنافسية كما استهم تألق الخياطي مع الجيش الملكي باستدعائه لأول مرة لقائمة المنتخب المغربية ويأتي استدعاء الخياطي بعد ظهوره بمرضون قوي مع الجيش الملكي خلال المسلم الحالية وذلك بعدما حصل على الإساسية مستغيلا استبعاد بن عبيد عن الفريق الأول لأسباب ضباطية ومن المنتظر أن يواجه المنتخب المغربي نظره من القابون بتاريخ الخمس عشر من نومبر الجاري إن شاء الله ضمن تصفية المؤهلة لنهائية كأس الأمم الأفريقية 2025 عموت ينافس باولو السوزة وروني ديلو على جائزة أفضل مدربين في الدورة الإماراتي لشهر أكتوبر الماضي سجل الإطار الوطني الحسين عموت مدرب الجزيرة الإماراتي حضره ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل مدربين في دور أدنوك كالإماراتي للمحترفين لشهر أكتوبر المنقضي وينافس عموت على الجائزة المذكورة كلا من مدرب الشباب الأهلي باولو السوزة والمدير الفني لندي الوحدة روني ديلو وقد عموت فريقه الجزيرة إلى تحقيق أربع انتصارات وتعدل واحد بينما انهزم في مناسبة لحدود الجولة السابعة من المصابقة المحلية ليحتل بذلك الفريق المركز الرابع برصد 13 نقطة جدرم بالذكر نعموت تولى قيادة الجزيرة الإماراتي شهر يليوز الماضي بمجاب عقدين يمتد حتى 2026 بعد رحيله عن المنتخب الأردنية كيليان بابي لن يلعب مع المنتخب الفرنسي أكد ديدي ديشون مدرب المنتخب الفرنسي أنه هو من قرر استبعاد النجم الفرنسي كيليان بابي وعدم المندة عليه للمبارتين القادمتين في دور الأمم الأوروبية وقال ديشون في ندوة الصعف الخاصة بتقديم لائحة الديوك لقد تحدثت مع بابي واتخذت هذا القرار لأنني أعتقد أنه أفضل قراري ممكن يمكنني تأكد شيئا الأول هو أن كيليان أراد أن يأتي والثاني أن المشك مشاكل خارجة عن الرياضة ولا دخل لها في قراري وأضف إنه قراري لأنني أعتقد أن الأمر أفضل بهذه الطريقة لا أريد أن أقول أكثر بشأن الموضوع وأن أتعامل مسؤولية هذا القرار ويعيش مبابي السابع الصعب حيث يواجه الانتقادات في إسبانيا بالسبب عدم تقديمه المستوى المنصدر منه في ريال مدريد إضافة إلى غيابه الآن عن قائمة المنتخب الفرنسية